رحمة الله وبركاته رسالة المستشار مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور رد على أحد الأخوة اللي هم تابعين للمجلس لما بيسألوا سؤال انت ليه ما بتردش على اللي بيقولوا عليك انكم سمسرة وغيره فرد عليه المستشار مرتضى منصور وقال له عشان أرفان والكرسي لم يعد يغري أحد بعد ما فقد هبته وقمته بعد استعليق الفشلة ما خطفوا النادي بالتزوير والبلطية وفلوس ممدوه عباس وبعدين قولي يا حبيبي ايه الإشعاعات اللي عايز المجلس السابق يرد عليها وتبقى مبسوط وشتمه طبعا مش هنقول الشيتيمة وبياخدوا عمولات ورئيس النادي السابق مرتضى منصور متبرى بـ 200 مليون والوصولات تحت ايديهم يعني هتبرع بـ 200 مليون جنيه واخد عمولة 500 جنيه مين ابن الـ كلنا عارفين هو مين محتل النادي حاليا وتحت ايده كل المستندات والأوراق إنما الأخ المحموق قوي ده وعايزنا نرد وهو من اللي جان بتاعتهم روحوا بلاهوا النائب العام لكن للأسف وشتمهم برضو مش هنقول الشيتيمة بيقولوا ليه ما جددش لمجلس لإمام عشور أنتو مجددتوش ليه ما هو اللاعب كان تحت ايديكم وبعدين إحنا مش هنجري وراء لاعب قرامة النادي أكبر من أي لعب جابوا قرامة النادي الأرض ثلاث لعبين تركوا المعسكر ليلة المباراة وقالوا عشان المبادئ والقيم منعوهم من التمرين وفلقونا بالقيم والمبادئ على الشاشات وإشادات اللي جان المرتشعة بالنظام الترباو العظيم ودي بداية عهد جديد في النادي وإذا فجأة المجلس كله بلا استثناء راح يبوسوا جزمة لعب من التلاتة عشان اللقطة والشو عملوا اللي عملوه عشان اللقطة والشو طب بتجر وراه لي علشان تبوسوا جزمته وانتصر اللعب ورجع جاي بشروطه فرض شروطه على النادي وأخذ تلات أضعاف المبلغ اللي كان طلبه خمسين مليون جنيه مقدم وطس فوربة اللبس ونفسية زملائه وخرس الأعلام النقط طبعا كلها دي شتيمة المرتشة عن النطق بحرف واحد عن المبادئ والقيام اللي كان بيتشدق بيها من شهرين لما أعلنوا عرض الثلاثة للبيع لأنهم زي ما ادعوا أنهم لعيبة منحرفة مستهترة والاتنين التانين عقبتهم سريع ولازم يتربوا نرجع لإمام عشور لها باشتريناه بـ 12 مليون لها مغمور ما كانش لي إيمة بلعب في الدخلية ولعب فاشل أعروه للمحلة أو العكس لأني غير مهتمة بالأشكال دي جالوا عرض بـ 90 مليون جنيه وده كان آخر موسم لي نبيعه ولا نبوس رجله علشان يتفضل ويتكرم ويستمر في نادي الزمالك لأ في الستين سلامة وكلنا شفنا التمثيلية المكشوفة اللي أزعحها على الهواء وهو بيبكي زي النسوان عشان مستقبله في أوروبا وهو متفق مع النادي المنافس اللي مش عارف إيمة نادينا ومش عايزنا مع ألف سلامة أما الولد الكذاب عضو مجلس الإدارة اللي كان بيدخل الإجوان بإيده لأن الكرة سخنة لا عارفين مين ده حسين السيد عشان الكرة سخنة بيدعي أنه لما كانوا في لجنة الخراب الأولى قبل انتخابات مجلسنا المحترم اللي عبواقع أربع عقود تمام موافقين طب ليه ما هتمتوش العقود في اتحاد الكرة كذاب قال إنهم ما لحقوش ومشوا تانيهم يا كذاب أولا اللي موقع عليه نسختين فقط لا غير والنسختين ما لهمش لازمة لأن المفروض يبقوا أربع نسخ والتسجيل في اتحاد الكرة لهم عاد لهم عاد محدد ليه قعدتوا أربع شهور بعد المعاد بشهور ولم تسجلوا العقد اللي بتدعي أيها الكذاب المجلس الفاشل إنه كان أربع نسخ أما أجذوبت إننا تركنا النادي بعد أن طبخنا نظرية الأرض المحروقة طب مستندات الخزين عندهم سايبين مقابل إيجار محلات الملابس الملسقة لبوابة جمعة الدول العربية مقابل 37 مليون جنيه وتأجير محلات تانية مقابل 23 مليون جنيه وفي اتحاد الكرة جلنا 900 ألف دولار و36 مليون جنيه وشركة الرعية أكتر من 100 مليون جنيه يعني أكتر من 200 مليون جنيه كفاية كدب وبدل ما تحسبوا عباس ولي أمرهم اللي حاجز على أرصد النادي في كل البنوك من 2015 جييني إيقلوا أدابهم علي رغم الحرب الشرسة اللي شنها علي مندوح عباس وده لديله اللي محتليني النادي حاليا استطعنا أن نحصد أكثر من 60 بطولة منها 14 في كرة القدم وبناء ناديين عالميين أحدهما في بيت عقبة والتاني على ضفاف النين والعصابة دمرتهم وأتلافوا البنية التحتية من شبكات قهرباء ومية وغاز وتلفونات وصرف صحي وتكلفتهم تهدت 12 مليون أتلافوا دمروا بغير مناسبة السيراميك محترم تكلف حوالي 10 مليون جنيه ومع الهزائم في كل الألعاب فعلا هو ده اللي بيحصل وهو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه وكل الأعمار بلطجة يوميا على الأعضاء ودرب وسنج ومطاوي وكراسي ومهزلة غير مسبوقة أما عضوا من اللي محتليني النادي جايب أختها وصحبتها وبتتحزم وبترقص والموظفين والعمال وكل المدربين بقالها أربع شهور ما أبضوش مش اللي جان المرتشع شغالة مع رفع جميع اشراقات أولاد وبنات الأعضاء الضعف يكفي مسخرة تحرش أحد مدرب السباحة مع طفل صغيرة ولما العضوة المحترمة اشتكت عايزين يعقبوها هي وكلنا شفنا الموزيع المحترمة وزوجها الصحف المحترم تم الاعتداء عليهم الداخل النادي وبسأل قالوا هم أولاد العدل اللي عمرهما دعموا النادي بجنيه واحد وعيل اسمه هو اسم صحفي يعني بس مش هنقوله عشان ما نفضحوش وغيرهم ان فيه صندوق سيادي في 200 مليون جنيه جهزين قبل ما ييجوا في اليوم التاني للانتخابات علشان ملفات القيد وفك القيد وتدعيم الفريق وكله مازال موقوف لغاية الآن لم يشتروا جزمة لعب والإجذوبة الكبرى اللي بيرويجوها اننا لم ندفع أتعاب المحامة في قضية الهارب كهرباء وفعلا هم كانوا بيرويج الشعدي أتحداهم يكون دا حصل المفروض المحامي اللي ما خدش فلوسه هو اللي يعلن وكنا بندفع لغاية دلوقتي لكن دلوقتي هندفع واحنا برا النادي جالك الرد أيها الأخ الكريم أتمنى ما اسمعش صوتك تاني لأن سؤالك غير بريء ما احترامي لكل الأعضاء والعضوات وجمهير زمالك المخلصة أما الحديث عن الحكم الذي سيصدر يوم الأحد 14 يناير فأي أن كان الحكم رغم ترويجهم لأكاذيب عن قضاء مصر العظيم ونزهته إنهم وكلوا المحامي الإخواني كمال شعيب محامي ممدوح عباس وهاني شكري وهو اللي كان سبب قضية عزلي وبطمنهم إن الطعن في المحكمة هترفضه وأكد لهم المحامي إن الحكم في جيبه ده الأخ كمال شعيب بقوله التي إلا في قضاء مصر العظيم وكفة ترويج إشاعات كاذبة وفي النهاية أيا كان الحكم فأنا رئاسة الناد العظيم شرف كبير ولكن أنا خارجها بعدما شفت من ويلات ومن حبس وعزل وتجميد وللأسف كان بسبب حبي ودفاعي عن هذا الكيان الأملاق ولكن أضعت نصف عمري وصحتي وأموالي وكانت النتيجة التطاول والتشكيك في زمتي شكرا لمن يتمنون عودتي وعلى رأسي وعلى رأسي لكن أيا كان الحكم إن شاء الله أنا خارج هذه المؤسسة العريقة فعلا الكلام بيوجع لأن إحنا كنا نتمنى المستشار المرتضى منصور يرجع يعدل النادي من تاني اللي بيحصل ده كله دمار للنادي هو قال لكم بالزبط كل اللي بيحصل وهو فعلا ده اللي بيحصل ما فيش حاجة زيادة ولا في حاجة نقصة التكسير والبلطجة كل ده قدام عنيني الناس والأعضاء كله شايف فهنعمليه بقى هنعمليه لازم حد يتدخل هو خلاص تعب تعب من قلة الأدب وتعب من المحاكم والراجل سنه كبير ومع ذلك محدش رحمه ولا ألف حقه كلمة كويسة نرجع نقول شكرا سياسة المستشار المرتضى منصور على كل اللي عملته النادي الزمالك جبته بطولات عملت نادي عالمي عملت حاجات أجرت محلات كانوا مأجرينها بملاليم مش هما برضو اللي كانوا مأجرينها بملاليم عملته كل ده وفي الآخر فيه ناس من المعالقين بيقولولي ده كمان الشارع اللغاء المستشار المرتضى منصور ودخلوا في النادي عايزين يفتحه من تاني ما هو خراب خراب بقى هما عايزين يخربوا أي حاجة هما جايين لخراب النادي فمش عارفين يعني هو المستشار المرتضى منصور عمل كتير للنادي وهما من ساعة ما جاءهم ما عملوش أي حاجة للنادي غير فعلا طالقين لجانهم في كل حتة بيعتشدقوا باللي بيعملوا فين اللي بيعملوا كل اللي عملتوا انكم جريتوا وراء لاعب أصلا ما كانش عايزين نادي وبصوا جزمته وضعفتوله العقد بتاعه أكتر من اللي هو عايزه وسببته بمشكلة في قط اللبس بينه وبين زميله هو ده اللي انت عمل انتوا ماشيين بأمر ممدوحة بس دارش نقول غير آه كمان دول كمان شالوا يفطط الوطنية والقرامة وشالوا نادي القرن الحقيقي وقضية كهرباء اللي عاديين يجدبوا يقولوا أصلي محمد محدش بيتفعلوا هما أصلا المتواطئين في الموضوع ما فيش حاجة تتعمل والأخوة اليوتيوبرز اللي بيلمعوا فيهم من قبل ما يجوا لغاية دلوقت تشغالين في الأرض المحروقة وفي مرتضة خليكوا في المجلس اللي انتوا جبتوه بالكد يا أبيضة فمش عارفين نقول ايه غير لقى الله يا زمالك ما حدش هيجي من بعد المستجر مرتضة منصور يخاف على النادي ولا يخاف على مصلحته ولا يدافع عنه زيه بسرعة فنتمنى من ربنا ان شغطة تيجي تاخدهم كده المجلس كله على بعضه وربنا يجيب لنا ابن حلال كده يخاف على النادي ويقومه من أول وجديد تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم النادي الملكي وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك وشكرا مرتضة منصور وشكرا مرتضة منصور